أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب طلاب اللغة العربية في الأسبوع السادس من دروس اللغة العربية في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم الفبات والنفي وأدوات الاستفهام وأيضاً تميز اللام الشمسية من اللام القمر في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على أسلوب النفي في اللغة العربية وتتعرف على أدوات النفي بأنواعها من أمثلة توضح الفرق بين أسلوب النفي والنهي والفرق بين لم ولن والنافيتين مع أمثلة من اللغة العربية أسلوب النفي عزيزي الطالب يحصل أسلوب النفي في اللغة بإدخال أداة النفي على الفعل أو الجملة المراد نفيها بهدف إنكار حدوث الحدث أو تأكيد عدم حدوثه والنفي هو عكس الإثبات تماماً أدوات النفي في اللغة العربية هناك أدوات لنفي الأفعال والجمل الفعلية وأدوات لنفي الجمل الإسمية كذلك هناك أدوات نفي تشارك في نفي الأفعال والأسماع لم تدخل لم على الفعل المضارع فيصبح مجلوما ويتحول من الحاضر بالماضي إضافة نتوقع حدوث الفعل في المستقبل وهي تختص بالفعل المضارع أعرابه حرف نفي وجزم وقلب لم يخرج أحدا حتى الآن تختص لما بنفي الفعل المضارع إضافة إلى جزمه وتحويله من الحاضر إلى المستقبل ويعرب لما حرف نفي جازم مثال لما يذهب أبي المدينة لأن نافية تختص بنفي الفعل المضارع وتمتاز بكونها غير عاملة هذا بالإضافة إلى كونها تدخل على الفعل المضارع مع عدم التأثير على علاماته الإعرابية ونجد أنها بذلك تشبه لأنها هي أجازمة ويكمل الفرق في العمل ومعنى كل منهما كل منهما ما تستخدم لنفي كل الفعل الماضي والمضارع على حد سواء إضافة إلى كونها لا تؤثر في حركة الفعل والإعراب إن النافية تكون عاملة تعمل عمل ليسة أو غير عاملة مهملة لا تؤثر على ما يليها بعد ذلك عزيز الطالب ننتقل إلى أدوات الاستفهام في اللغة العربية وهو أسلوب لغوي يقصد منه الاستفسار والتساؤل عن أمور وأشخاص وأشياء مبهمة يتطلب الإجابة عنها وينقسم إلى قسمين الاستفهام المثبت وهو الذي يخلو من أحرف النفي نحو هل ذهبت إلى المدرسة أما الاستفهام المنفي فهو ما كان منفيا نحو أليس العلم نافعا سنتحدث فيما يأتي عن أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام عزيز الطالب وحروف الاستفهام هي هل يتطلب بها معرفة مضمون الجملة ويكون السائل جاهلا بالإجابة مثال هل فهمت الدرس الهمزة والغاية من الاستفهام بها أمرا معرفة الجواب عن المسألة مع جهن السائل بها والتعيين هنا يعرف السائل مضمون الجملة ولكنه يطلب تعيين أحد الشيئين المشكوك بهما أسماء الاستفهام ويطلب بها التعيين وهي من اسم الاستفهام يستخدم للعاقل وهو مبني على السكون ما اسم الاستفهام يستخدم لغير العاقل وهو مبني على السكون أيان اسم الاستفهام يستخدم للزمان مصفل مبني على الفتح أين اسم الاستفهام يدل على المكان كيف اسم الاستفهام يستخدم لتعيين الحال كقولنا كيف حالك كم اسم استفهام يدل للعدد كقولنا كم درهما معك أي اسم استفهام يستخدم لتعيين التمييز كقولنا أي نوع من الفاكهة أكيد بعد ذلك عزيز الطالب الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية اللام الشمسية هي اللام تكتب ولا تلفت في أثناء القراءة وتأتي الحروف بعدها مشددة أي مضاعفة اللام القمرية هي اللام التي تكتب وتلفت في أثناء القراءة وتكون حركة السكون دائما وتأتي الحروف بعدها غير مشددة ولتوضيح أثر اللام الشمسية والقمرية على الكلمات التي تدخل عليها نضرب مثالا كلمة الباب دخلت اللام القمرية على كلمة باب ولم تؤثر في حركة الحرف الذي يليها وكانت حركة اللام السكون الدرس هنا دخلت اللام الشمسية وأثرت بها فأصبح الحرف الذي يليها دا مضعفاً في لهذا يجب وضع شدة ولو توضيح أكثر كما في كلمة الدرس أصلاً نستنتج مما سبق عزيزي الطالب أن اللام الشمسية تؤثر على الكلمة التي تضاف عليها فيصبح الحرف اللبي يلي حرف اللام مشتد بينما اللام القمرية لم تحدث أي تأثير على الكلمة المضافة إليها عند أضافة اللام إلى كلمة الشمس تصبح الشمس وتلفظ الشمس أي بدون اللام أي أن اللام لا تلفظ بينما عند إدخال اللام على القمرية تلفظ وتكون حركتها السكون وبناء عليه فإن الحروف التي لا تنطق بها اللام سميت للحروف الشمسية في حين يطلق على الحروف التي تنطق بها اللام بالحروف القمرية شكراً لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم